اشتركوا في القناة راح تختلط عليك القصة وما راح تفتهمها نهائيا اسمي صالح شن تعيش بقرية فقيرة جدا آني ووالدي أبوي كان دائما عصبي على أمي ويضربها ودائما كانت تتعارق ويا بسبب شغله اللي آني شن صغير وما جاي يفهم اللي جاي تقصدي وتقول لها مارد الولد يطلع مثلك باطل كان حتى مني يجيب أكل للبيت وتقبل تاكل من عنده ولا تقبل توكنيها وتقول له هذا الأكل اللي جاي تجيبه أكل ما الحرام هاي تنت يومية أسمحها ودائما بالليل هاي المشاكل يضربها ويأذيها بس ما تروح وتشكل أهلها نهائيا طبعا راحة الأيام ومرت وكبرت وآني يومية يصير نفس المشهد ونفس الكواليس تنعاد ولا كأنه أبوي وأمي كبروا وآني كبرت ونانا أنا صار عمري 18 سنة أو تقدرون تقولون بعد شهرين أوش كم شهر وأدخل برث 18 يعني أبلغ السن القانوني كنت أروح للمدرسة وأداوم وأمور طبيعية طبعا والدي كان دائما هامنه بس بنفس الوقت كان كل ما يتقرب علي والدتي ما تخليه وتقول له عوفه ماري إذا يطلع مثلك وبعدين يعوفني ويمشي ونوابقات يجي للبيت مخمور وأحيانا ما يجي نهائيا وأحيانا ثلاثة يام وأربعة يام ما يجي ووالدتي متسل عليها وتقول الحمد لله والشكر ما أجي ومرتاحين من عنده ومن جيته طبعا وان صغير كانت والدي دائما تمليني كره من ناحية أبوي وما تخليني أختلط وياه أبدا بس لما انكبرت يوم من الأيام واني جاي من المدرسة وقفت بصفي سيارة والسيارة كانت غالية وجميلة جدا لونها أسود فتح واحد الباب وقال لي أصعد أبوك يريدك شن تخاف أصعد وياه بعدين قال لي أبوك يريدك وقام واتصل على أبوي شن تخايف حتى أرقب وأبوي حاجاني من التليفون ماته وقال لي أصعدوا ياهم أنا دزيتهم عليك طبعا بوقتها ردت ما أصعد بس خفت وبنفس الوقت قلت أبوي ويريدني خلص خلي أشوف ليش أمي دائما تبعدنا عنه واني كبرت بما به الكفاية صعدوني بالسيارة وطول الوقت شن تخايف هم يضحكون ويهدون بي ويقولوا لي لا تخاف وانت شبير بالعكس راح تعيش حياة أفضل مما أنت عايش يا أمي وقلت لهم لا أنا أرجع أرجع عايش يا أمي قالوا بتروح يوم أبوك وبعدين احنا معلينا صدق ضلت السيارة تمشي مسافة جدا طويلة ومعرف وين أخذوني مرة وحدة لقيت نفسي يم بيت جدا شبير وحتى علي حراس اثنين موجودين تفاجأت بالمنظر قلت لهم هذا بيت من قالوا هذا بيتك قلت لهم بيت يعني قالوا يعني بيت والدك طبعنا وأول ما نزلت انفتحت الباب وكنت لحد لانا تذكرت الجنطة بظهر ما الكتبي نزلت باواع لقيت أبوي أواقف بالباب مباشرة رحت أمشي علي وكنت حتى أخاف أروح أسلم علي ما عرف ليش طبعا أول ما وصلت حضني وبووسني ودخلني لي جو دخلت البيت جدا جميل أضافة إلى الأثاث اللي موجود بي كل أثاث غالي من معدد السيارات اللي موجودات بره سيارات كلها غالية وثمينة بهاي الفترة كان والدي غايب علينا يعني تقريبا خمس سنين أو أربع سنين معروف كنت نعيش بساني ووالدتي وكان وخوالي يجون يصرفون علينا حتى فلوس المدرسة هم خوالي يصرفون علي طبعا واني قاعد وأبوي يعني قاعد يباوع علي ويقول لي همزيني جيت لو ما جاي كان جيت بنفسي واخذتك بس أدري بيك شاطر ومن تريد أبوك محتاجك راح تجي أنت بها وعد علي وقلت لها أنت تحتاجني اش تحتاجني بيت وسيارة وفلوس ما أعرف منين لك وبتشذب ما سينت حالي طول هاي الفترة وما أعرفت إنه أنا شي أكل وش أشرب قال لي أنت والدتك ما تقبل الأكل اللي أكل آني ولا تقبل السيارات ولا تقبل كل شي والدتك موجه نعمة هذا الكلام اللي قال لي أظلي الصاف من بعدها إجدتي مرة نزلت جميلة جدا وصغيرة بالعمر بواعد علي قلت لها مني فأنا جنت محس بأنه أختي قلت لها أنت زوجته هاي أختي مو قال لي لا هاي زوجتي كانت ابنية صغيرة بالعمر ويمكن حتى قاصر وجدت علي وقلت لحبيبي وحطت إيدها على تفاجئت قال هاي زوجتي وأبويا كانت شبير بالعمر بعدها قال لي أنا ما رايد من عندك أي شي رايدك تشتغل ويا تريد تقول الوالد تقول لها ما تريد تقول لها هاد الشي بكيفك أنا أردفيدك ويصير براسك خير لأن هاي الأشياء اللي جاي يجمع حول الملاك ما أريد تروح هباء منثور من نموت ولا شوف نيش ترى أنا مريض هالكلام هذا ظل يصاف علي قلت لش أحب المطارات وحب الدباب يعني أحسن من السيارة قال خلص إلك هذا ولا تريد أجي بالكيان تتعرف السوق قلت لا ما عرف السوق ظل يضحك وقال لي خلص باشر رح يكون هنا وهس هذا التليفون تخابر على خالك وكان عند الرقم والخالي وتقول لها أنا رح أتل أبويا وما رح أرجع بعد وقلت لها والدي زعلي وأنا هس يم طبعا بداول وقت تبتش وتقول لي يرجع وأنا بعد معلي يعني أبوالدك وأنا عفت والدك وأنا أحبك وأنا أريد لك الخير ترى والدك مشي كل مشي بالحرام بعدين قلت لها خلص أنا رح أظل يم ولا تخاف أنا ما رح أمش بالحرام قام في زعلان من عندي سدة التلفون وبوجهي قلت لها خلص ظليت هم أبويا تقريبا فترة أسبوعين يومية يجون اثنين الشباب يعلموني على سياقة الدباب الحد ما قدرت أحترف بي وأصير يعني أعرف أسوق سياقة جميلة جدا بيوم من الأيام إجا والدي علي وأنا بالبيت قال لي هاي الجنطة شوفها طاني جنطة لونها أسود وصغيرة قال لي هاي الجنطة تروح لفلان مكان توديها توقف هناك راح تجي سيارة سودة لوحتها كذا راح تنفتح مارتها الشنطة منورة تحط هاي بيها والسد الشنطة وترجع قلت لها تمام ولا تفتحها ومعليك بيها نهايين صدق سويته قمت أدد هذا الأمر يوم يمشجرة يوم خليها بمكان يوم ادخل مجمع وحط بفلان مكان يوم روح لصاحب محل مع العطور كذا وما تشين تعرف محتوى الموجود بالجنطة نهايين هنا صار عمري فوق 18 سنة تقريبا بأشهر ووضعية طبيعية جدا استمرت تقريبا 5 شهر على هاي الحالة فلوس أي شي أريد يجلي يمي حياتي صدق مرتاح بس ما رسيت والدتي نهايين ومنيت أروح أشوف وشان يمنع لي يقول لي ما تروح عليه نهايين لان تروح راح تشلب بيك واحتمال ما تخليك ترجع وبعدها راح تطران يتدخل وصير مشكلة جدا شبيرة جنت ما أروح عليه نهايين المهم اليوم سد الباب وترجع أنت قلت لها تمام صدق أنا رحت هناك وتأخر السيارة مو على عادتها رحت وخبرت قال لي هس يجون عليك بالطريقة بعدهم صدق شوي النوب اجدت السيارة ووقفت بصفي وأول ما اجدت السيارة ووقفت بصفي طبعا فتحت الباب أريد أشمر الجنطة نزلوا علي اثنين وصعدوني بالسيارة لما صعدوني بالسيارة مشت بي السيارة سريع وما حسيت نفسي إلا أنا قدام مركز مع الشرطة نزلون وطلعوا ذول اللي موجودين شرطة وبدوا يحققون ويايا وقلولي هاي الكمية والمخدرات انت منين جبت طلعت مخدرات وممنوعات وكل اللي جاي أنقل أنا كل مخدرات وبمخدرات وقعت حرفين بمشكلة وذلك الوقت حتيت كل شي وقلت لهم من طريق والدي وما خفت من أي شي لان خلص يعني لزموني بالجرم المشهود وغير هذا الشي السيارة اللي جاية هي نفسه كانوا لازمين الناس اللي موجودين بيها وهم أجوز وقوم بيها يعني خلص ما قدر أطلع من هاي التهمة بس كني يتي أن والدي عنده فلوس وعنده سيارات وعنده أملاك أكيد راح يجيب لي محام ويجي طلعني وشنت أقول لهم بس سر ده تصل على والدي طبعا طون التلفون مرة ومرتين وثلاثة وكان ما يجاوب نهايين أخير شي الضابط قال لي الساعد وياي على مود الساعد وياك أبوك وين موجود وأبوك وين دليتها بالبيت وراحها وطلعوا على البيت وليقوا البيت فاضي وأصلا هذا البيت اللي كان قاعد بيه هو كان مأجرة ولقيت عرف بي أنه انسجنت أو المسك أول خيط عليه واحتمال خارج البلد صار هسه وقعت كلها براسي منسجنت وبعدها انحكمت لما انحكمت انحكمت سبع سنين وكانت هاي حكومة يعني الحكم مالتي مخفف بديت اللحظة سبع سنين لين شنت صغير وحطوني بالسجن وظليت مسجون طول هاي الفترة وهنا أنا قلت أخلص مات المحكومية يلا أطلع وقالت كانت تجيني يعني كل شهر مرة طبعا كانت تجيني كل شهر مرة وتلوم بي وتقول لي ليش رح تلبوك وليش دمرت نفسك وليش هي سويت بحالك كانت دائما تجي اختفت عني شهرين كاملين وهي ما تجيني خفت جدا وقلت وين راحت كانت علي جدا صعب أنه حصلت تلفون وأخابرهم شنت أتوسل حتى بالجنود أنه بس يوصلون خبر الأم أنه تجيني لأن مشتاقلها وبيوم من الأيام اجدت إلي مواجهة وكيفت وأول ما نادوا واسمي طفرت من مكاني وراحت وقفت يوم الباب ولما انطلعوني ما لقيت والدتي بس لقيت خالي كانت عيونتها رسها الحزن والبشي باوع علي وقال لي والدتك ماتت بسببك وسبب أبوك والله لا يوفقهم وظل يدي علي وأنا ما جاي أقول لك أنه والدتك ماتت بس جاي أقول لك إذا طلعت من السجن لا تدور علينا نهايين لأن وين ما راح نلقاك راح نكتلك أنت وأبوك وعافني ومشي ضليت أنا مصدوم وبعدها أول ما مشي انهاريت من البشي تخيلوا حتى السجانين اللي موجودين وياي انقهروا على حالتي واخدوني وأول ما دخلت للسجن جوا وليقيت واحد من السجناء الموجودين وياي ظل يضحك ويقول لي صغيرت وتبشي ظل يتلاسن وياي بالكلام قمت وضربته ضربته ضربته قوية وبعد ما سقط على أرض ظليت أضرب به وانحطيت بحجر انفرادي مدة ثلاث شهور لأن بوكتها كسرت يعني خشمة وبوكتها حتى كو عظم بوجه انكسر بعدها لما انطلعت من الحجر ظليت أصلي ومعليه بأحد وأقرأ قرآن قمت أقعد ويا العالم اللي موجودين بحلقات الذكر والدين ظليت وياهم فترة جدا طويلة الحد ما رب العالمين والحمد الله والشكر اجع عفو عام وهذا كان العفو يش مني وطلعت بهذا العفو لما انطلعت بهذا العفو بس صارت رجلي خارج السجن اختنقت وكتابت لأن ما عندي مكان أروح له حتى البيت اللي تشنت قاعد بي أنا هو البيت تابع الخوال وانا رح اروح حس عليهم أكيد مثل ما قللي رح نكتلك ما نسيت كلامهم نهائيا طبعا قلت خلص اروح وليصير خليصير ورحت لهناك اتفاجئت بالبيت اللي كان موجود شبير امقسم الى قطع بمحلات المكان كله متغير رحت لهناك طبعا دقيت الباب وعرفت وحده من نسوان خوالي رحت الخالق شبير لقيت زوجته وعرفتها صح كبرانة بالعمر قلت لي روح منانا احسن لك انا على مودك انا احبك وحب والدتك وادري هذا الشيء صار غصبا ما عليك بس خوالك ما راح يروح مو كذا يزيموك هنانا وصدق اجي خالب اثناء احنا جايناتكلم خالص صغير وشافني اول ما شافني بدأ يتهدد عليه ويتهجم لما الناس الموجودين بالمنطقة كان ضربني ظلي الصاف قلت مرجع للسجن مرة ثانية واتعارك وعرفت المكان وعرفت المكان هذا نهائيا مو لي ظليت افتر بالشارع حرفيا ظليت يوم ان افتر بالشارع ما عرف وين اروح وحتى اكل ما اكل لان ما عندي فلوس اشتري المهم وفتت يوم من الايام من يوم مكان شبير او سوق شبير لبيع الجملة يبيعون بي خضار بالجملة وقدرت هناك اشتغل هذا المكان كان اي شخص يقدر يروح يشتغل به مجرد انه اكو شغلات الشي نتخليهم بالسيارة يعني خضروات راح انت ينطونك فلوس مقابله صدق ظليت اشتغل بهذا المكان فترة يومين وشنت ابوات بره على الشارع والحمد لله والشكر انه كانت صيف وما اكو مطر ولا شي لحد ما يوم من الايام احد اصحاب المحلات شافني وحجيت للقصة ماتتي تعاطفوا وقال لي خلص انا عندي هنا مع المزدود وما بي احد تريد بات بي وانطاني المفتاح مات وقال لي خلص بات هنا وهذا الجامع مننا قريب اذا تريد تروح تسبح او تروح تسوي لك اي شغلة ثانية وتقطع حاشتك طبعا ظليت بهذا المكان تقريبا مدة شهرين وهان جاي اشتغل بي وراضي بالشي الوقت بشغلي وما علي باي احد يوم من الايام اتفاجأت برقم يتصل علي وكان الرقم دولي واول ما فتحت خاط قال لي الحمد لله على السلام وهذا كان صوت والدي والحمد لله من طلعت سبيت وشتمت وما خليت كلمة ما قلتها علي والله لا يوفقك وهس اروح اسلم رقمك للشرطة واخليهم يوصلوك وكذا طليت احتي بعدين انضحك وقال لي انا ارتفيدك تعالي وسافر لي قلت لي خلص اللي بينه بينك انتهي والدتي ماتت بسببك وانا انسجنت بسببك ودمر شبابي بسببك قمت وسديت التليفون بوجهه وحضرته طبعا مرت فترة طويلة جدا تقريبا ستة شهر او سبعة شهر وما حاول يتواصل ويايا نهائيا لان حضرت رقم نهائي المهم كان دولي طبعا قلت هذا والدي مرتين وثلاثة تصل قلت ما افتح علي خط وجيت احضره بس بعدها قلت لا خل فتح علي خط واغلط علي وطيب خاطري طبعا فتحت خط وكان الصوت يختلف تماما شخص سلم علي قلت لي انت تعرفني انت منه قل لي انا عرفك كل الزين انا المحامي ما الوالدك قلت لانا مو عندي بلان عرفت ابوي احتمال قام ينطي رقمي الاحد علي مودي خابرني فشان يقول لي انت صالح لو مو صالح قلت لانا صالح بس انا مو عندي والد قلت له والدي ما طول دزك علي راح يعرف رد شنو الله لا يوفقه واذا الزم وينما شان راح ادخل بي سجن مرة ثاني قل لي اسمعني ابني خلحت شوياك انا لا عرف يعني لا عندي علاقة بابوك ولا علاقته بيك هاي شي بيناتكم بس انا جاي اقول لك انو والدك توفى قلت له احلى خبر سمعته بحياتي قل لي مو هنا المشكلة انو والدك عاف املاك وخواه وعاف شقة باسمك وعاف وعاف وكذا ورث جدا شبير ظل لي الصاف ونو قلت له هذا الورث هس انا عوفه ولا ما عوفه قلت له خلص خليني بعدين اتواصل لك عندي شغل يا املاك قلت له خلص عود باللي لخبرك وسديت التليفون وبوقتها تشنت خايف انو هاي لعبة من العيب ابوي يريد يسحبني ويريد يستدرجني ويجيبني ليمه اجا الليل وما خبرت المحامة واتصل علي وما فتحت علي الخط ثاني يوم الصبح طالي يتصل علي ويلح حتى صاحب اللي موجود او او اللي جاي يشتغل واحتمال هو ما ميت قال لي ابوك مات وعاف لك ورث واني اللي خلاه وصاني قبل ليموت انو اتواصل وياك قلت له خلص دزلي شهادت الوفاة بعدين انذكرت انو انا التليفون اللي عندي قديم جدا فاخدت الرقم اللي يشتغل يعني بالشغل وقلت له ارسليها على هذا الرقم صدق ارسلي شهادت الوفاة صدق عندي اجيك لان كانت يعني احتاج فلوس انو اسافر واروح بعدها قلت له تريد الصراحة انا ما عندي فلوس اذا تقدر تسلف او تدايني مبلغ وحك وابتسم قال لي هو انت لازم تدايني بعدين قلت له خلص دا ما عندك انا مارضح ارجع قال لي لا راح تزدك من فلوسك اللي موجود قلت اطلع جواز فترة تقليبة نسبوع وبعدها اجي اليوم الياني اسافر بي وسافرت سافرت رحت لأحد الدول اللي املاكي كلها موجودة بي طبعا رحت على عنوان معين لذزليال محامي رحت لهناك ودخلت الشركة جدا شبيرة يشتغل بها هذا المحامي لما قعدت يم طبعا حالتي كانت فقيرة ضعيفة باوع علي قال لي انت هس مرة تطلع منها رحت تصير انسان ثاني تماما لا بهذا الشكل ولا بهذا المظهر وبدأ يطلعني على هواي امور قال لي هاي الشقة موجودة باسمك ودلي سيارات موجودات اربعة باسمك وهو اضافة الى هذا النادي الليلي لك به نص انت طبعا من قال لي نادي ليلي يعني عرفت النبوية صح يشتغل مخدرات وهي السؤال بس توصل بي انه يفتح نادي ليلي قلت خلص صعدني بالسيارة وبدأ يفرني على اماكن وداني للشقة اللي هي بعيدة جدا وبعدها وداني للنادي الليلي لقيت شغال والعالم محتفل ورحت شفت السيارات اللي موجودات عجبتني واحدة من عدهن جدا كانت رياضية وكانت احلم بسيارة مثلها بعد حرفين كانت معرف شنو اسوي نهائين المحامي اقترح عليي اليوم اني النبات بالفندق والفندق هذا كان قريب على الشركة قل لي انا اخلص من الذن اللي برقبتي وراح اسجل كل شي باسمك يعني نظامي ورسمي بهاي الدولة وبعدها انا رح اوفك انت احلى ليلة قضيتها بالفندق فندق كان نظيف وحلي ومكان معطر عكس المكان اللي كانت ابات بي بمحل وانام يعني حتى على رضيه طبعا صدق اتغيرت حياتي وثاني يوم الصبح قال لي تعال خلنطلع عنه اياك بمشوار قبل الروح يعني نبلش بالاجراءات مع النقلة الملكية طبعا اخذت مجمع شبير وروح تبدلت اهدوم واشتريت اهدوم جديدة واشتريت كل شي اشتري هو يدفع ويقل لي لاتخاف كلها من فلوسك ومن الحساب يشتري لي غراض كلها غالية وماركات قال لي انت مايصير تروح بهيت شغلات صدق رحنا اياه والامور جدا طبيعية وبعدها بدأ ينقل بالغراض وكان مايهتم ينطف لوس ويرش ذاك ويسكت هذا في سبيلي وقلن بسرعة طولت يومين انا وياه على هذا الحال الحد ماينقل كل شي باسمي اخر شي يوم من الي ايام قل لي راح اروح اعرفك على الشريك اللي موجود وياك بالمله الليلي قلت للمله الليلي ما اريده قل لي ما راح تقدر تفك الشراكة وياهم بالوقت الحالي لان هسه ذا راح تعليهم وانت شوفونك ضعيف احتمال راح يعني ينقلبون ضدك وما راح تحصل من عدهم الشي قلت لليش قال لان ابوك شان يشتغل ويا مافيات ويا عصابات وهذا الشي مو بقدك فانت خليك هسه وياهم علي يريدون هم شوي شوي سايسم لحد ما تفتهم اللعبة صح وبعد هنم تقدر توقف على رجلك لان حتى ذا المحام ماتك ما راح اقدر اشفع لك بكل شي بعدها رجعنا هن وياه تقريبا الساعة بالعشرة او بالدعش الصبح انا رحت للفندق وهو راح للعم المات قال لي نام زين ام تقعد صح صح على مود اخذك اليوم الساعة التسعة عندك مقابلة ويا ذول راح اعرفك عليهم صدق لما صارت الساعة التسعة اجاني بالسيارة واخذني لما اخذني رح نهان ويا للناد الليلي دخلت لقيت ال اضوية احمر واخضر وازرق ونسوان ترقص ونسوان شبح عارية اول مرة اشوف هيج طبعا نظليت منصد وموفتر يمنى ويسرب المكان مثل الشخص المجنون وبعدها قعدنوا يا ناس اكبر من عندي بالسن وقال لهم هو هذا اللي صار بمكان والده وكل التجارة والاشياء اللي بيناتنا راح اضل ماشية على مسار واحد طبعا لما نقال هيتش مانطاني مجال احتي نهايين لان بالطريق قل يدير بالك تحتي وتعارض على حاجة مثل ما قلت لك منو شوية تفتهم اللعب صح يلا تقدر تلاعبهم صدق ضليس ساكت اصلا التهيت بالناس اللي موجودة والنسوان اللي موجودة بعدها واحد قاعد اشار بايده وجدت ابنيه هناك واخذتني من نيدي وصعدته يا للغرفة وصار اللي صار وهو كانت اول مرة بحياتي والمكان حلو ونظيف حرفيا قمت اقض كل وقتي بهذا المكان قاموا يشوفوني اكثر من الناس اللي تجي بهذا المكان استمرت شهر على هذا المنوال اضيع فلوس يا بفلوس اصرف وارجع لي وارع عندي حساب بالبنك واطلع فلوس واصرف من عنده عندي سيارة جوايا اروح وارجع اخير شي قلت خلص انا لازم اروح اشوف الشقة ذي شي شنو حاله اقعد بيها ولا ابيعها يعني حبيت انو انا اسوفت يعني فتحها راقعد انا سويت شي او انجاز بحياتي طبعا الفلوس نوبات الهواي اضيع الواحد بلا ما يشعر طبعا القران اللي حفظته والصلاة اللي صليتها مسحتها كلها بثواني لما نسافرت نسيت كل شي مهم له مال مطبيعي وحتى قمت اشرب حالي حال العالم خمور اللي موجودة بهذا المكان المهم قلت لازم اروح وشوف هاي الشقة يوم للهيام رحت عليها المغرب بالسيارة ونزلت وصعدت بالمصعد عليها وهي كانت بالطابق الرابع طبعا رحت عليها للطابق الرابع بعدني يعني ما اردفتح الباب سمعت صوت اكو ناس جوه قلت احتمال هاي مأجر الشقة احتمال والدي مأجرها قمت واتصرت على المحامي قلت له الشقة مالتنا اللي قلت له علي هاي فارغة لا لا قل لي طبعا فارغة قلت له اكو صوت مال احد وناس جوه قل لا مستحيل احتمال تلقى الجيران صوتهم عالي مننا ومننا وانت متوهم سد التلفون من عندي حطيت اذاني على الباب جنت منتبه انه اكو صوت جوه واول ما خلت المفتاح بالباب وفتحت الباب صار هدوء تام دخلت للشقة كانت الشقة يعني حالتها طبيعية بيها تراب بلقع بيها كذا ظلت افتر بيها ومره واحدة قبل لا اطلع من عدها حسيت اطفال اثنين رقضوا من الصال اللي موجودة بيها ودخلوا للحمام الباب ماتها مفتوحة ولحد الان اتذكرهم اثنين كانوا ابنية وولد صغار بالعمر ولحد الان اتذكر الركض مالتهم ظلت مصدوم ومواقف ورحت للحمام باوعت ما لقيت احد وبعدها طلعت من الشقة وسديت الباب مالتها بذاك اليوم ما ادر شنو اللي يجاني انواني اجي واسكن بيها كافي قاعد بالفندق وقاعد عندي شقة ليش اروح اقعد بالفنادق بعدها قمت اروح للملح الليلي وارجع للفندق الحد ما جبت احد ونظف الشقة يوم من الايام الصبح نظفت الشقة وصارت كاملة قمت اقعد بيها واسكن بيها كمت يومية اقعد بيها طبيعي نابات اسمع صوت او اصوات خطوات بالليل او اصوات ضرب على الجدران وشنة اقول احتمال هاي الجيران اللي موجودين بيها ويوم من الايام شنة قاعد بالشقة فوقاني وشنة الساعة تقريبا على الدعش بهذا اليوم شنة تعبان وماردة اطلع نهايين ظلوا يدقون علي اصدقاء لي وبناتهم قلوا لي احنا موجودين بالنادي تعال طبعا ما كانوا حابين نهايين بس جنت اصرف فلوس عليهم يكيفون وبنفس الوقت طالي الفلوس ما تعبان بيها وفلوس وهو ما رح تخلص نهايين فقاعد المهم بدأوا يقنعون بي انو اجي وقمت بدلت بسرعة ونزلت نزلت وانا بالمصعد وقف بالطابق اللي جواي وصعدت بني جدا حلوة ولما انصعدت كل ساعة تبقى علي وتبتسم وتندار بعدها قلت لي انت بالطابق الرابع قلت لي قلت لي عاشت ايدك الشقة نظيفة وتخبل هاي كلام هذا انصدمت من كلامها ايش مدري قابل ساكنه وياي وبعدها نزلت ومن نزلت انا جوا هي نزلت تمشي وراي طلعت من الباب وهي معرفة وين اختفت ما طلعت وراي ظلت التفت يمنى ويسرى بس ما كانت موجودة وصلت السيارة ماتة وظلت واقف انتبه عليها اردى شوفها الراحة بس ما كانت موجودة نحائيين المهم معرفت لها اي همية وشغلت السيارة ماتة ورحت للنادي وشانت السهرة بذاك الوقت للصبح تقريبا رجعت من النادي الساعة تقريبا بالاربعة الفجر رجعت للشقة الساعة اربعة الفجر كانت الدنيا ظلمة بعدها مختلط الظلام خليت السيارة برا وبديت اتمشي وحيطي يجيبني وحيطي يوديني سكران طبعا اول ما وصلت للشقة سمعت الصوت نفسه اكو اصوات جو موجودة بالشقة ماتة فتحت الباب ودخلت لما اندخلت مباشرة رحت للحمام بذاك الوقت نفسي كانت يعني تلعب ومعرف اريد ارجع ورحت للحمام ورجعت كل اللي موجود وصحيت من السكر اللي بيه ظليت اباوع وافكر بيني بين نفسي من اللي موجود بالشقة وهذا الصوت ليش كل ما اتقرب على الشقة اسمع ومن نفتح الباب ما القى طبعا شن التعبان قلت خلص خليت خلل الغرفة وانا دخلت للغرفة انصدمت بالبنية اللي لقيتها يعني بالاسنصير بالمصعد واقفة بنص الغرفة ماتة ما النوم صحت بيه وقلت لها انت ش طببك هناك ضحكت بوجهي وقلت لها انا شن تنتظرك طبعا ما قدرت اطلعها ولا اقولها اي شي بس ضليت اسأل عليها وقلها انت شن اللي خلاش طبوينها قلت لها انا طبقت هنا وخلص انت عفت الباب مفتوحة ما صديتها زيان وانا دخلت وشن تنتظرك سألتها قلت انت ما عندك اهل كانت تقول لا اهلي موجودين يعيشون هنا بس ما عليهم بيه طبعا بدت تتقرب علي وتسوي حركات جدا غريبة المهم وانا بديت اللحظة لا احلل ولا احرم وصار اللي صار انا وياها وطبعا شن تكلمان يدعو فيها ما اعرف شنو اكو رغبة قوية تشدني الها اكثر واكثر حرفيا قمت ما اطلع من الشقة نهايين يخابروني بالنادي ما اقدر وحتى اذا اروح ما اطول نس ساعة وارجع للشقة ظليت منطو وهي موجودة وياي بالشقة ويوميا نسوي نفس الشي اللي يصير واكثر طبعا ما شنت يعني احسها انه هي جن نهايين ولا احس عليها انه هي في بيه فتش غريب بس شنت دائما من هي وياي على نفس السرير ونعمين انا وياها شنت احس بجسمها ببرودة مو طبيعية وهذا الشي كان ينطيني قشعريرها بجسمي غير عن النسوان اللي الباقيات اللي يعني شنت وياها ناني كان جسمها ندافي بس هي كان جسمها بارد جدا وهذا الشي كان يشدني الها بصورة مو طبيعية اللي شنت استغربة انه انا اجي على غفلة يلقاها موجودة قبل بالبيت او حتى اذا ناني نايم تجي الصحيني وقلها انت شون دخلتي وتقول لي عندي مفتاح من الشقة ماتك وكانت تشذب علي وتقول لي والدك انطاني مفتاح طبعا يوم من الايام ردت اثبت النفس انه هي ما رح تقدر اطب للشقة نهاييا قمت قفلت الباب وعفت المفتاح بالباب يعني اذا يجي شخص يخلي مفتاح من الخارج ما رح يقدر يفتح الباب الا انا اسحب المفتاح اللي موجود بالداخل وبهذا اليوم ما اجدتي وهنا مثل اللي انتبهت الي انه هي يعني مو جن بداية الامر شنت اشك بها انه هي جن مع العلم شنت المسها بس شن اللي خلاني اشك انه هي جن لان تختفي على غفلة من يمي وما اشوفها او احيانا بس تطلع من الباب ما للغرفة تقول لي راح اروح للحمام مثلا اتحمم بعدها بطب للحمام ووراها ما اسمع الباب ما للحمام تنفتح ادور بيها بكل البيت ما القاه وبنفس الوقت عندي يعني رغبة شديدة الها واريدها بكل وقت يمي ما اقدر اعوفها المهم قمت ما افتح خطع لأحد يتصل علي المحامي امور جاي يصير من وراي يعني بالخف بسبب الفلوس اللي عندي وانا جنت ما اهتم نهائيا لأي احد ونضيع كل وقتي وياها المهم ويوم من الايام قلت خلص انا يوميا اضل اقفل الباب الحد ما اعرف هي الشون جاي تدخل طبعا يوم من الايام قفلت الباب وضعية جدا طبيعية وهي ما تقبل تجي وشنت انادي باسمها واريدها تجيني بس ما تجيني وطبعا كان اسمها همس وهي اللي قالت لقلت لي انا اسمي همس وشوكت ما رح تناديني باسمي رح تلقاني قدامك مثل الجن بها الكلام هذا وكانت تضحك ويايا دائما مرت ايام واني يوميا اقفل الباب وعوف المفتاح به وهي ما تجي ويقول احتمال جاي تجي وجاي تلقى الباب مقفولة وترجع يوم من الايام قلت خليها طب للحمام تحممت والامور جدا طبيعية وكانت تقريبا الساحب التسعة والمنطقة اللي قاعد بيها انا دائما هدوء فمن طلعت من الحمام كانت لاف في الخاولة على جسمي ومنوس جسمي طالع وطلعت ملابس اريد اشرهن على الحبل اللي موجود برا ولما رحت وحطيت الهدوم على الحبل كانت اكو مرة قدامي واقفة او جيراني مقابيلي بالبالكون واول ما شافت نصرخت وصاح تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطبت تركض بعدها استحيت من نفسي وقيت انا خلصي يعني ما ظلت عندي اي حياة اطلع مسلخ وشوف الحط المرة ارتعبت من شكلي ودخلت دخلت الامر جدا طبيعي وعادي شغلت الاغاني بذاك الوقت وعليتهم على علم وطبيعي وما احترمت احد من الجيران نهاييا ومرة واحدة ما حسيت انه اي تنحط على كدفي التفتت وراي ارتعبت وبنفس الوقت ضحكت لان كانت حمس واقفة وراي وسألتها قلت لهم منين طبيعتي كانت قولي نص الاغاني استطفيتهم قالت لا اخليهم مشتغلات لان اهلي حبوهم وخلي احتيلك الحقيقة قلت لها شنو كانت قولي ترى اني مو انسان اني جنية لما قالت لي هذي الكلام ابداك الوقت ظليت اضحك وقلت لها تلعبين بعض صحابة من ذاك اليوم الهاليوم احتيلي الصدق شنو دخلتي شنو تقولي مثل ما جاي اقول لك اني جنية وضعت بوجه وقلت لها ثبتي لهذا الشي شون يعني جنية مثلا انت تختفين قالت اي اختفي هي قالت اي اختفي واختفت من قدامي مرة واحدة انصبت برعب شديد بذاك الوقت وقلبه قام يدك سريع وماعرف شنو الشي اللي اسوي قامت الضحكات تجيني من اليمنى ومن اليسر والتفت يمنى وما القاها ارجع يسرع وما القاها ومرة واحدة سمعت صوت خطوات بالممر وشنت امش بحذر شديد وبعدني حتى ملابس هدوم ومرة واحدة حسيت شخص يعني جر من عندي المشفة اللي موجودة عليها وظليت عاري تماما وبعدها ظهرت قدامي وقفت وتضحك وتركض وتمر من خلالي يعني تجي تركض وراح تتصدم به يعني احاول انه اغمض حتى عيوني اردى شوف يعني رحت تضربني وبوقتها تمر من خلالي وشنت احس بالحوى البارد وما لها ظلت هلت في ديمنا ويسرى وما عرف شا سوى بعدها صار هدوء تام بالمكان وصمت وانا قاعد بالصالة وطفيت حتى لغاني وظليت قاعد هدوء تام بالمكان وهدوء مرحب قلت احتمال هانا جنت اهلوس خاف انا منعس ظليت اباوع عالممر من الصالة وانا اباوع عالممر من الصالة شفت الاطفال اثنين اللي شفتهم اول مرة رقضوا ودخلوا للحمام ظليت افرق بعيوني وما مصدق الشي الجاي اشوفها بعدها قمت للمطبخ ورحت جبت قنينة كاملة وانا واسك قلت اشربها وراح انسى اللي صار وبعدها ظليت اشرب به اشرب اشرب الحد ما اخر شي يعني ما ضل بيها اي شي سكرت تماما عيوني ما اشوف بيها زين بس بنفس الوقت صاح يعني اذا اشوف حاجة رح اشوف ها حقيقية مو مجرد انه هلاوس لانا مو اول مرة اشرب ومرة وحدة سمعت واحد بصفي يقول صبلي افتريت عليه شفت ابشع وجه بالكون ووجه كأنه مايع او محترق ارتعبت وصحت بصوت عالي طبعا ما اشنت لابس غير بس ملابس داخلية صحت بصوت عالي وظليت اصرخ بالمكان ورحت اركض على الباب مال الشقة وفتحت ونزلت وانا نازل بالمصعد ماعرف انه فجر اتلاقيت انا واحد جو باوع عليه لقيت الانسان يعني مبين انسان معتدل كانت لحيت عالية باوع المهم عافني ومش ظليت قاعد بالباب مال بنائي وبعدها تقريبا من نص ساعة ورجع عليه وقاعد يمي قال انت ليش يجاي السوب نفسك انت وين ساكن قلت لانا ساكن بالطابق الرابع قل لي انا بالطابق الارضي بس ماعرف احد اذا ساكن بالطابق الرابع انت وين شقتك قلت لانا بالطابق الرابع الشقة مات رقم ستة قال لي شقتك رقم ستة انت قاعد بها قلت لأي وشفت مستغرب قل لي شنون قاعد بها قلت لأ الشقة انا قاعد بها من زمان قال لي هاي الشقة مات تك مسكونة من الجن من زمان من كانت مؤجر قاعد بها المؤجر كانت مرت مريضة حتى بني موت ما رح يسوي لك خير وعرفت الصدق ما رح يسوي لي خير ظليت ابتش على حالتي اللي بها هاني يعني بالهدوم الداخلية قاعد برا عندي فلوس ما عرف وين اودي هل هي مال حلال او هل هي حرام وما عرف شح شي فقلت لأ ما عرف اللي اللي يسوي وان تاي وان كذا فبدي تبت انقهر علي وقال لي تعالم شوية صاعد ني يعني صاعد ني بس درج واحد انه بالطابق كان الاول الارض لان الجو كان فاضي صاعد ني ووقفني قدام الباب لما ووقفني قدام الباب قل لي انتظرني هنا شوية وطب لي جو وطلع ولما انطلع كان جاي بهدوم ومظاهر مالولدة قال لي البس دني عن المدقدرة طب وكان عندي ابنية بالبيت وبعدها دخلني البيت مات وقعدنا نانو بالصالة شوية وجاب لشي حار وشرفته وبعدها قل لي قوم وغسل قلت لاني ما سكران قل لي لا شو ما سكران وقمت وخلاني انام ليلة كاملة ببيت نمت ليلة كاملة ببيت وكل ساعة اجفلو كوابيس وكل مواقع ده قاعد يا مراسي بعدها لما انصحات الصبع قال لي خلص اللي تريده سوي تريده ترجع على حياتك ارجع طريقين انت رب العالمين خلقك وانطاك عقل ما يحتاج احد ينصحك وانت شبير تريد طريق نار واكو طريق جنة هذا الكلام جن السامعة بالسجن يقولوا لي انه طريقين طريق نار الصح ومن ذاك اليوم شكو فلوس وشكو املاك موجودة بدأت ابيع بهن شوية شوية واصدق بهن على الفقرة وانطي وسويت مشروع خيري يجيني شي بسيط من عنده مجرد انه عيش من عنده وشنت حتى نسوي يعني سلف في سبيل اقدر اشتري قطعة ارض او بيت عن طريق هذا المشروع الخيري هاي بعد ما نصحني احد الناس قل لي لان ما يصير انت راح تظل بالشارع وترجع تسلك طريق ثاني حرام شكو فلوس اجدتي بالحرام حاولت انه اوزحها في سبيل الله وهذا كان مشورة الناس الاكبر مني وهذا الشي اللي سويت يعني يعود الفضل الرب العالمين حاولت تواصل ويا خوالي ما قدرت ناين وشانهم يعني نابذيني قوي وما يريدوني ابدا ووالتي بديت تصدق عليها وداما خليلها صدقة جارية بالجوامع وكانت طبعا هاي القصة حقيقية مية بالمية حدث الشخص او تقدرون تقولون يعني يسولف لياها واحد صديق لي عن صديق له وصحتها عن طريق هذا الشخص اللي اللي نقل لياها انا اأمن بي وبكلامه كله بس بالنسبة للشخص اللي جاب القصة اللي صاحب القصة الحقيقية مو عرفه شخصيا نهائيا وله نانو تنتهي قصتنا اليوم اذا عجبتك دعمني بلايك وانتظرنا قدنا بقصة جديدة ان شاء الله